يعني هذا يأخذنا مرة أخرى إلى ضيفي في الستوديو الدكتور إسلام عنان قبل العودة إلى السيد ناصر قلوان في لندن دكتور إسلام هل الفيروس فوق إمكانيات الدول حتى المتقدم منها طبياً؟ سؤال كويس هل فقدنا السيطرة على انتشار الفيروس؟ الفيروس كوفيد 19 هو بسيط في أعراضه ومعدلاته الوفاة بس صعب جداً وسريع في انتشاره وهي دي المشكلة المشكلة أنه هو بينتشر وبيعدي قبل ظهور الأعراض اللي هي فترة الحضانة دي مشكلة العالم ما وجههاش قبل كده كل كوفيد كل كورونا فيروس اللي كانت موجودة قبل كوفيد 19 كانت بتعدي فقط بعد ظهور الأعراض ده أول سلالة من كورونا فيروس بيعدي قبل ظهور الأعراض لمجرد أن يكون الشخص حامل الفيروس من دون أن يتطور لأعراض بالضبط كانت دي المشكلة الأساسية في الفيروس احنا مصلناش لمرحلة فقد السيطرة تماماً ليه؟ لسبب بسيط هو أن الصين نجحت في أنها يتقلل الإصابة الصين كانت كل يوم 3000 حالة لـ 4000 حالة حالياً من 300 حالة لـ 400 حالة هذا طبعاً مقارنة بنسبة السكان آه طبعاً وده نجاح في رأيي كبير جداً يخلي معظم الدول بتحاول تحزو حزو الصين لأن فكرة أنهم اعتمدوا أول حاجة على منع التجمعات تماماً ده من حيث الدولة لكن من حيث الأفراد وده الأهم التوعية لو بصينا على الشعب الصيني ساعتها الشعب الصيني عنده وعي كافي أنه هو محتاج على قد ما يقدر يقلل الإنترأكشنز ابتدوا ينقلوا كل حاجة تبقى التفاعل حتى التدريس بقى كله على الأونلاين الويبكس والوبينارز هو حالياً الوسيلة للتواصل في الاجتماعات والشركات البيزنس والأعمال ابتدت ترجع تاني بس كلها رجعت أونلاين السلام ما بقاش حد بسلام على حد بالإيد إحنا عندنا الكرش الغاية دلوقتي مفيش أي حد حسس بأي مشكلة الناس كلها بيتسلموا بيتبوص بعض وبيحضونوا بعض الموضوع محتاج توعية أنا في رأيي لو الدول محتاجة تسيطر على كوفيد نايندين محتاجة تضخ مليارات توعية أهم من التحليل وأهم من السواب أنه هو الفيروس بسيط قوي أنه هو نطقي لأنه هو بينتقل بالرزاز موضوع بسيط يعني هو كله نظفة شخصية لو أنا بخسل إيدي باستمرار وما بحطش إيدي على وشي ما بتعملش مع حد وشك نوع مصاب إلا بعدها أخس الإيدي انتشار كوفيد نايندين أصلا بالرزاز ده بيخليه صعب إلا لو كان فيه تفاعل قوي ما بين اتنين واحد فيهم مصاب وحد لا لكننا وجدنا يعني مصابين على متن الطائرات ولم يكن هناك تواصل مباشر مع بقية الركاب ممن حاملوا هذا الفيروس هو التواصل مباشر ده هي الفكرة كلها في مترين لو حد عطس أو يعني سعل في مترين وإحنا دي حاجة صعبة طبعا إن إحنا نعملها نتحشاها مثلا في متر وأنفاق في مصر أو في مكة حد بيطوف وعمرة مثلا فبالتالي هي الفكرة كلها كمان إن أي حد عنده بوادر برد محتاج أنه يحط كمية ما مبتدي يروح يحلل على طول إحنا مبارح لما طلعت الحالة في مصر كان كل الأراء بتقول يعني فيه حاجة إيجابية في الموضوع ده إن الشخص أول ما حاسب أعراض راح لوحده فعلا راح حلل فدي فيها شوية وعي أزيد ده اللي إحنا محتاجينه حاليا زي ما كان دفما الكريم بيقول في إيطاليا إنه بقية الدول كمان سنعود إلى ما وبعد أيضا فكرة